الجفاف يدفع إنتاج زيت الزيتون إلى التراجع تقديرات أوروبية مقلقة حول إنتاج الذهب الأخضر في إسبانيا وتراجعه إلى النصف وذكرت المفوضية في بيان لها أن موجات الحر التي حدثت في وقت إظهار أشجار الزيتون في الربيع الماضي والجفاف الشديد الذي سجلته إسبانيا منذ الصيف الماضي ساهم في تقلص الإنتاج والمحاصيل هذه المعطيات كارثية تزامن الجفاف مع الأزمة الاقتصادية والصراع الروسي الأوكراني أزمات متعاقبة للاقتصاد الإسباني الذي يوفر عادة نحو 40% من الانتاج العالمي من زيت الزيتون فمدخل مادريد من هذه المادة تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويا ورشاحة للتراجع بعد موجتي الجفاف والحرائق وهذه السنوات الأخيرة كانت تراجع في الإنتاج الزيت الزيتون في العالم وخاصة في إسبانيا ليتمثل أكثر من 40% من المنتوج العالمي تأثر على الاقتصاد الإسباني لكن حتى في العالم بالنسبة لثمن زيت الزيتون اللي راهوا ارتفع ولا نشفنا هذا العام ارتفع حتى تقريب 6 أورو الكيلو جرام وتتوقع رابطة مصدري زيت الزيتون في إسبانيا أنه سيكون هناك انخفاض لا يقل عن 10% على مستوى العالم هذا العام من 3.1 مليون طن تم إنتاجها في الموسم المنتهي في عام 2021 مؤكدة أن تواصل حباس الأمطار هذا العام سيضعف الأزمة وينذر بالأسوأ على إنتاج زيت الزيتون موسيقى موسيقى